السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم عن البوست والكور ده هيكون اول فيديو من السلسلة في فيديوهات العلمية اللي هنشرها على القناة اللي هنقش فيها موضوعات اللي وصف موضوعات محيرة في الكلينيكال ديسجن ميكينج هنحاول قادر الامكان نحن نقش الموضوعات اللي مش دايما بيفون لها مصدر معلومات سابت وواضح هنحاول نحن نتطرق الجانب العملي من المعلومات دي ونبعد قادر الامكان عن المعلومات المنظرية إلا لو كانت هتسهم في فهم كونسفت معين يساعدنا في الاختيار المبيم تكنيك واخرى أو هتساعدنا في اختيار الماتيريا اللي مناسبة أو غيرها هنحاول برضو ان احنا نعتمد على المصادر زي research papers أو references أو حتى المحاضرات الخاصة في المجال اللي احنا نتكلم عنه طبعا ده مش معنى ان الفيديو ممكن يفلو من الاراء الشخصية لفريق الاعداد ودايما احنا هنوضح الاجزاء دي من الفيديو اليوتيوب مليان content creators في مجال الاسنان الناس دون ما انفادوا المجتمع بتاعنا وفادونا احنا شخصيا كطالبة احنا عايزين نبقى جزء من الcommunity ده عشان نساعد الدينة الcommunity ونقدم حاجة يستفيد بيها باية اطباء الاسنان ويا رب بجد يكون العمل ده عالمي ونتفع به وكذلك عشان عمينا ريتشارد فيلمان قال قبل كده او بمعنى اخر لو بجد عايز تفهم حاجة احسن طريقة انك تشرحها لحد تاني طيب هنبدأ بالتأسيمة احنا نتكلم عن restoration of endo treated teeth في سلسلة من ثلاث فيديوهات فيديو هيتكلم عن selection criteria او ان هي treating options بالضبط هو اللي يكون المناسب للسنة اللي احنا نتعمل معها هنتكلم بعد كده عن البوست والكور ان هو واحد من اهم ال treating options اللي احنا بنعملها لل endo treated teeth واخيرا نتكلم عن ال endo crowns بس بالترتيب مختلف شوية احنا نبدأ بالفيديو الخاص بالبوست والكور بعده هننتقل للفيديو الخاص بالselection criteria وفي الاخر ال endo crowns اللي بنحتاج نستخدم البوست والكور في بعض الحالات بيكون remaining two structure يركب على الاطلاق ان هي تبدلنا retention resistance caffeine للكور material اللي احنا نستخدمها على سبيل بالمثال لو استخدمنا كومبوست احيانا بيكون remaining two structure مش كافية لانها تبدلنا surface area of bond تدي retention resistance كافيين للكور material اللي احنا نستخدمها له وبالتالي البوست يعتبر وسيلة ان احنا ناخد retention resistance من root نفسه زي ما هيبان في الامثالة اللي جاية دي في المسارة رقم واحد عندنا مثلا سنة معمولها crown preparation remaining two structure completely intact والcrown اللي الموجودة وافد retention والresistance بتاعه من remaining two structure اما عن طريق adhesive cement بيعتمد على micromechanica retention وبيعتمد على surface area الكبيرة المتاحة قدامه اللي هو يعمل فيها bond اما عن طريق مسلا من adhesive cement كل اللي بيعمله ان هو بيحافظ على intimate contact ما بين الفتاج surface بتاع الكراون وما بين two structure بالنسبة للمسال التاني فاحنا دل اقرب شوية للأسنان اللي معمول لها endo treatment دي سنة معمول لها اكسس كابتين من الاوكلوزل نزايد ان هي فيها damage من البروكزمال سيرفس يعني ما قطرنا اقول عليها ان هي close two هنا عندنا تلاتة remaining goals التلاتة remaining goals ضمان اقويات بما فيه الكفاية ان هم هيستحمل الاوكلوزل من يجير ما يحصل لهم اي damage او fracture في نفس الوقت الكور ماتيريال اللي موجودة ايوة تقدر تستحمل الاوكلوزل من يجير ما يحصل لها اي مشاكل لان دايما احنا مصممين لدي انتل ماتيريال زرعي انها تستحمل ضربات عالية من الاوكلوزل الاسترس فالمشكلة عندنا مش هي ان الكور ماتيريال تبقى تستمر من يجير ما يحصل لها fracture قد ما هي ان ال weakness point وهي ال contact ما بين الكور ماتيريال وال two structure او تحديدا ال adhesion او ال bond interface اللي ما بين الابنين هو دا ال weakness point هي دي المنطقة اللي ممكن يحصل عندها damage هي اللي ممكن يحصل عندها debonding لكن في الحالة دي احنا عندنا كور ماتيريال عامل الation مع اربعة surface في ناس الوقت البولد شيمبر فلور واحد proximal surface زياد البطل وزياد lingual surface دي او بومد كبيرة وكافية لنياية ال diner retention كويسة جدا للكور ماتيريال طيب من ناحية توزيع الاسترس فلما الكوزر اللي هو دي يقع على الكراون في الحالة دي فهو جزء منه هيتنقل للكور ماتيريال والجزء التاني هيتنقل لto structure الجزء اللي هيتنقل للكور ماتيريال هيتركز على البومد انترفيس اللي هو very wide درجة ان هو يقدر يمتص الاسترس ده ما يجب ما يحصل له اي مشاكل بعد كده وده على عكس المثال الثالث في المثال الثالث احنا عندنا remaining buckle wall only في الحالة دي الكور ماتيريال اللي موجودة عاملة الation مع two surfaces بس مع البقل سيرفس ومع البلد شيمبر فلور دي limited surface area of adhesion وبالتالي لما تنزل على الكور ماتيريال وتتنقل منها للبوند انترفيس في الحالة دي قادرة ان هي تعمل فراكشور للبوند ري قادرة ان هي تعمل دامج عند البوند ري وبالتالي لما يحصل فراكشور زي ده ويبقى الكور ماتيريال separated from remaining two structure the two structure اللي باقية اللي هي البقل سيرفس مش هيقدر لوحدة ان هو يتحمل the occlusal stress اللي هتنزل عليه من الكراون وبالتالي هيتكسر هيكون النتيجة النهائية ان هيبقى عندنا الكراون طالع وفي fitting surface بتاعه الجزء المكسور من two structure والcore material اللي احنا كن معنا نستخدمه الحالة في مشكلة زي دي نحنا نستخدم حاجة زي البوست والكور تحديدا البوست البوست كل الوظيفة بتاعتنا ان هو بين الاسترس من الكور ماتيريال للروت او بمعنى اخر هو بيعمل زي connection ما بين الكور ماتيريال وما بين الروت بتاع السنة فبالتالي لما يقع على stress على الكراون ويتنقل منه الكور ماتيريال جزء ان الاسترس ده هيتوزع على البوند ما بين دو structure وما بين الكور ماتيريال والجزء الثاني هيتنقل عن طريق البوست للروت دي حاجة طبعا بتديلنا ميزة ان نحن نقدر دلوقتي بنلاقي retention كويس جدا للكور ماتيريال من جين ما يحصل اي مشاكل للسنة لكن في نفس الوقت في مشكلة ان جزء من الاسترس بيتنقل بشكل ضايرت على الروت دي همعرف النتاج بتاعها بعد جدا في بدلوقتي احنا عرفنا امتى هنستخدم بالزبط البوست والكور هنستخدمه في الحالات اللي يكون الدامج في الكورونا لتو structure كبير لدارة ان الكورونا لتو structure دي معدتش كافية ان هي تدلنا retention resistance كافيين للكور متى اللي احنا نستخدمه طب دي اخدنا الاسئال تاني طالما البوست والكور بيدلنا retention resistance اعلى لي ما نستخدمهمش في كل حالات الاندو تريد التاس هو البوست والكور ما اعتبرش في safe option هو البوست والكور زي ما هو هيددلنا البنفيتس بتاع الانترسة retention resistance فهو في نفس الوقت بيدلنا احتمالية حدوث حاجة زي vertical root fracture ازاي البوست ممكن يسبب vertical root fracture زي ما قلنا قبل كده البوست بينقل stress بشكل direct على الروت وبالتالي ممكن يعمل concentration of stress مناطق معينة من الروت المناطق دي ممكن يبدأ فيها كراك ينتشر لحد ما يسبب vertical root fracture ده غير ان الروت بعد ال endo treatment بقى اضعف نتيجة ان هو فقط جزء من sickness بتاع الدينتين نتيجة الشابينج اللي احنا بنعمله اسناء ال endo treatment ده غير ان احنا هنفقد دينتين اضافي اسناء drilling لما نجي نعمل post space preparation او ان في بعض الدزاينات الحاصة بالبوست زي threaded post وزي rigid post دهم بيزود concentration of stress على الروت ده غير ان ممكن يحصل ااا تكنيك ايروز معينة زي ان احنا استخدم short post ده ممكن يزود concentration of stress كمان طيب كاست انتاج نهائي احنا دلوقتي هنستخدم البوست والكور في الحالات اللي محتاجة بوست وكور بس او الحالات اللي احنا مقدرش نحصل فيها على retention و resistance الا لو احنا استخدمنا حاجة زي البوست والكور لان زي ما البوست بيدلنا benefits في الوقت بيدلنا ريسك كبيرة زي vertical root structure طيب فرضا دلوقتي احنا معنا حالة محتاجين ان احنا نستخدم فيها بوست من ديجة من retention و resistance من المش كافية لازم ان احنا نطبق good clinical technique عشان نتغلب قادر الامكان على المشاكل اللي ممكن تطلع من البوستة عشان نقل قادر بامكان احتمالية حجوز حاجات زي vertical root fracture دلوقتي احنا نتكلم عن technical details او تحديدا امتى نختار material معينة خاصة بالبوست في الحالة اللي معنا ازاي نختار الدزاين المناسب من البوست ازاي نحدد اللينس المناسب للبوست ازاي امتى نختار مثلا حاجة زي fiber post وامتى نختار حاجة زي metal post او ايه هي التكنيكس المعينة اللي تنفع لكل حالة معنا مش دايما كل كنالز بيبقوا نفس الجيومتري مش كل كنالز بتبقى نفس الشيب في كنالز مش دايما بتبقى من اقدرش في كنالز من اقدرش ان احنا نلاقي المناسب بالبوست بحيس ان هو يستخدم فيها كله انا عراقب على كده في الفيديو نبدأ من للبوست لينس في كلام كتير في قديمة عن ان المفروض ان البوست يكون تلتين الرود اللينس بتاع روت او يكون تلات اربع اللينس بتاع روت هو ايو ده كلام مصبوط لكن خضع للتغيير لان الطول بتاع روت مش دايما سابت فاحنا عايزين برامتر يكون سابت عن كده برامتر ان نقدر نطبقه في جميع الحالات خلافا بقى عن طول روت قد ايه او الاناتهم بتاع روت قد ايه لان مش دايما كل الروتس الطويلة هنقدر نحط فيها بوست للف ممكن لو فيه يمنعنا ان احنا نستفاد من باقي الكنال فاول بريكوشن احنا عايزين ان البوست يكون اطول من اللينس بتاع الكراون هنغرف الساب بعدين تاني حاجة احنا عايزين ان البوست يبقى طويل قدر الامكان كلما كان الطول بتاع البوست اطول كلما كان ده افضل بالنسبة للنتيجة لما البوست يبقى اطول الريتنشن بيزيد الريزيستنس بتزيد وكمية السترس المنقول على الروت بتقلب درجة كبيرة جدا زي ما امعرف بعد كده واخر حاجة احنا عندنا وهو ان احنا لازم نكون سايبين اتليست خالص تلاتة وخمسة هو طيب ليه احنا بنأكد على اللينس بتاع البوست او ايه موضوع ان السترس ممكن يقل لما احنا نطول الروت بزيادة هو اولا القاعدة الاساسية زي ما قلنا ان ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان الطول بتاع البوست يكون اقل من الطول بتاع الكرامب بالسبب كده ان البوست يتصرف زيه زي الليفر بالزلط زي الرافع بالزلط بمعنى احنا عارفين ان الرافع لها زراع كوة وزراع مقاومة لو انت اقصرت بلود معين على زراع الكوة فهو هيتنقل بنفس المقدار على زراع المقاومة لو كانوا الاتنين قد بعض في لكن لو كان زراع الكوة اقصر من زراع المقاومة فلما انت اتأثر بلود على زراع الكوة هتلاقي اللود ده اتنقل مخفض على زراع المقاومة يعني مسلا لو كان الساهم الازرق خمسين نيوتن هيكون الساهم الاخضر في الحالة دي مسلا عشرين نيوتن والعكس الصحيح لو كان زراع الكوة هو الاطول الفورس او اللود هيحصل له عند زراع المقاومة او هيزيد البوست والكور مع كوان يونت هم شغالين زي الليفر بالزلط زراع القوة في الحالة دي هو الكراون لان هو اللي بيتعرض هو اللي بيتعرض للضغط من الزراع المقاومة هنا هو الجزء من البوست اللي موجود جوا الروت وبالتالي يكون الهنج او نقطة الارتكاز هنا هي بتاع السنة وبالتالي كل ما احنا نطول زراع المقاومة او نخلي زراع القوة قصير بالنسبة له كل ما الاسترس المنقول على زراع المقاومة اللي هي البوست هيكون اقل وده هو الهدف بتاعنا ان احنا عايزين لما نقول على البوست يكون اقل جدا عشان نتجنب اي احتمال ان يحصل حاجة زي وعشان ناخد من البوست ده يعني مسلا حاجة زي دي تعتبر خطأ لان زي ما احنا شايفين هنا ان الطول بتاع الكراون اكبر بكتير جدا من الطول بتاع البوست الموجود جوه في حالة زي دي بتاع البوست هنا هيبقى تحت استرس رهيب جدا لدرجة ان هيحصل ما هيبدأ من عند النقطة بتاع بتاع البوست ده طيب بالنسبة للبوستيريوتيس هو احنا في البوستيريوتيس مش تطبيقا للقاعدة دي لان الكراون بتاع البوستيريوتيس اقصر مقارنة بالانتيريوتيس ولاننا عندنا وسائل تانية ان احنا نحصل بها على فاحنا مش لازم نزود الطول بتاع البوست عن سبع ميلي طيب دلوقتي احنا استخدمنا بوست قصير سبع ميلي طيب هنجيب ازاي احنا قلنا كلاما الانس بتاع البوست بيزيد كلاما الريتنشن بتاعه بيزيد هو الريتنشن هنا همع وضعه عن طريق احنا لما نحط الريتنشن في بقية هي تعمل زي انتر لك لانه معروف ان في المولرز الانترنس بتاع كل الكنالز عملة من الكراون فدا هي عوضلنا الريتنشن اللي احنا فقدناه عن طريق ان احنا استخدم حاجة زي بوست طوله سبع ميلي بس في الانس الوقت من حيث البيو ميكانيكس ومن حيث الريفر افكت فهو ستيل عشان الكراون قصير سبع ميلي تعتبر كفاية نيامة الريتنشن زي ده على الريتنشن هنبطر revolutionary wulkware نحن نشيل كميات كبيرة من الدينتين من edispe τον blue card ابيض والكراون الموض胞 بينما الحل الاصحة نحنا استخدم بوست دائمة الريتنس تولي اسعب اصغر بحيث ان هو يبقى فتد في وبينما المانطقة او اللي سوف يكون موجود مبين البوست و مبين الدينتين بتاع الكراون، ده المفروض نحن نعمل customization لذا البوست نفسه بحيث chevre يبقي اعضب البيناة ترخص على المنطقة دي option تاني نتخفنا بما trapped by usual design مختلف بحيث ان هو يبقى فتت كورونالي وابيكالي يعني الخلاصة بتاع الستيتمنت دي ان احنا عايزين قدر لإمكاننا قلي للدنتين ريموفل اثناء البوست وفي نفس الوقت نكون محافظين على ان البوست بتاعنا يكون ادابت على الكنال بشكل كويس بحيث ان هو ما يسمحش ان يكون فيه لارج سيمين سبيس طيب لدرجة ان كتاب بست براكتس قال ان احنا عايزين ان الدريل بتاع البوست يدخل الكنال ويخرج ما يشيلش مجرد الريمينين جاتابيركا والسيلر اللي موجود على الولز ما يشيلش دنتين على الإطلاق طيب احنا نتكلم بعد كده عن دي احنا بالزبط عايزين ان البوست يكون فتت على الكنال بالزبط او بمعنى اخر هنتكلم ان احنا لي مش عايزين يكون فيه سبيس كبيرة حوالين البوست بعد ما احنا نخلص البوست سبيس بربيشن بداية من الفروق الاسية بين البارل البوست وما بين التيبرد بوست التيبرد بوست كانت قال عليه من زمان ان هو بيسبب ويتجين جافكت بس حاجة زي الويتجين جافكت دي ممكن تتحل بسهولة لو احنا عملنا هوريزونتال سيرفس في الكورونال توس بريبريشن يقاوم الفيرتكال فورس دي وما يخليش البوست اساسا يوقع عليه اي ويتجينج فورس طيب بالنسبة للفرق الريتنشا ما بين التيبرد والبارل البوست كانت قال لكده برضو من التيبرد بوست الريتنشا بتاعه اقل مقارنة بالبارل البوست بس مع استخدام حاجة زي ريزن سمنت على حسب الليتراتشور فاستخدام حاجة زي ريزن سمنت في السيمنتيشا متاع بتاع التيبرد بوست والبارل بوست بتخلي الريتنشا متاعهم شبه متقرب فأولا كان فيه فرق مبين بينما البارل بوست فيه مشكلة انهيرنت في الديزاين بتاعه كون البوست ده بارل فهو مش مشابه للشكل بتاع الكنال اللي هو ناتشرالي تيبرد فإما احنا هنضطر نحن نعمل أوفر ريداقشن للدينتين في الابيكال بارت ايما احنا نخلي البارل البوست ده ادابتت في الابيكال بارت وفيه سبيس كبيرة حوالينه في الكورونا البارت طيب بالنسبة للفرق مبين السريتب بوست والسموز بوست البوست اللي مفهول السريتنز بيسبب كونسنتريشن للسترس اكتر عند الابيكال ايه عند الابيكال ايه ودي حاجة احنا محناش عايزينها تحصل مع البوست لان الابيكال ايه هي اكتر اللي بيكون فيها بينما مع السريت البوست السريتنز او الانترلوكس دي بتخلي السيمنت والبوست هما الاثنين اكتنج كأنهم وان يونت ده بيعمل بيتر ديستربيوشن في سترس طيب بالتالي ما ينفعش نستخدم السموز بوست بعد كده السريتنز بوست يعتبره احسن طيب فيه برضو كومبيند ديزاينز زي الارتي دي مكرو لوك اللوجين بوست اللي موجود هنا كمثال ده بيكون المصه الكرونل بريلل والمص الابيكال تيبرد حاجة زي دي هتخليه مور ادابتد على الكنال شيب ده غير ان هو كمان فيه سريتنز جير كده فيه الـ double tapered post. double tapered post هم بيعتمدوا على concept ان احنا بنعمل الكنال عن طريق الروتري انسرومنت بـ two different tapers يعني احنا مثلا بنستخدم الفايلات الـ في الابيكال بارت بتاع الكنال لغاية ما نوصل الـ workingness بينما بنسيب الفايلات الـ taper 6 بس للكورونا الهاف بتاع الكنال عشان هم ريجد جدا فبيتلاع عندنا كانال فيها double tapered بشكل ما في الابيكال بارت وبتابر اكبر منه في الكورونا البرت فهم مصممين بحيث ان هي تبقى بشكل مختلف وبتابر اكبر كورونا لي بحيث ان هي تبقى مور ادابت ده على الشيء بتاع الكنال ما نجيل ما احنا نضطل ناخد الكنال بتابر واحد سنجل فنشيل كمية دنتين زيادة جميل طيب بداية كده البوست زي ما هو بيتعرض الـ vertical forces فهو بيتعرض برضو الـ lateral forces اي lateral forces ده بقى نازل على الكراون هتتنقل على البوست هتخليه بقى عنده tendency to bend قابلية اللي هو يتنى هو طبعا ما بيتناش واقعيا يعني ما بيتناش لكن هو بيبقى في tendency to bend ده بيعمل distribution للسترس على البوست كالتالي اي جسم بيحصله bending بيكون ال inner side بتاعه بيحصل فيه compression بينما outer side بيحصل فيه tension طيب مش مشكلة compression لان معظم الماتيريال اللي عندنا في الدين السريب تستحمل compression بشكل كويس لكن tension هو المشكلة الكبيرة هنا بالنسبة لنا دايما معظم الماتيريال حتى الكمبوست هتلاقي ان التنسائل forces بتاعهم اقلب كتير جدا من compressive forces يعني مثلا انهي ماتيريال دي اللي احنا نستخدمه في الكنال بحيس ان هي تستحمل التنسائل forces اللي نزلة عليها لو قلنا الكمبوست فالكمبوست للأسف بيستحمل الكمبوست فورس اه لكن هو بريتل ماتيريال في الاول في الاخر وزي زي اي بريتل ماتيريال فهو ما يقدرش يستحمل ضربات عالية من التنسائل فورس اي الامالجام كذلك هو بريتل ماتيريال فينطبق عليه ما ينطبق على كومبوست بالنسبة للسمنت فهو اصلا ميكانيكالي اضعف من الكمبوست اللي احنا لسه رافضينه من شوية طيب ايه الماتيريال اللي ممكن نستعملها كبوست ماتيريال او ان احنا نعمل بينها fabrication لبوست المتال بوست دكتايل مش بريتل وبالتالي اه هو بيقوم التنسائل فورس بشكل كويس بس هو له مشكلة معينة بتخليه استخدم في حالات معينة بس هنتكلم عنها بعدين وبالنسبة لفايبر بوست فهو مصمم اساسا الفايبر بوست عبارة عن ريزن لكن اعليه اضافة معينة وهي الفايبرز هتخليه يقاوم التنسائل فورس بشكل احسن طيب جميل زي ما قلنا ده كروس سكشن في فايبر بوست تحت مباين ان البوست عبارة عن فايبرز زي ما هي باين هنا في الصورة وريزن ماتريكس بتربط الفايبرز دون في بعضه طبعا باين ان معظم الستركشور اصلا متكونة من الومتتوتين الفايبرز مشين مع بعض كانهم حزن واحدة ده اللي بيدي للبوست قدرته على تحمل التنسائل فورس حاجة زي دي هنرجع لها تاني قدام لما نجي نتكلم عن برضو يعني من حاجة زي دي ان احنا محتاجين ان الكنال تبقى مليانة بماتريلز تستحمل التنسائل فورس او بمعنى اخر يا اما البوست يبقى شاغل معظم المساحة بتاع الكنال يا اما ان احنا لما نجي نحاول نعوض المساحة اللي هتظهر مثلا ما بين الكنال وما بين البوست نتيجة بتاع الكنال اناتوميز زي كنال زوغيرها عايزين الماتريلز دي برضو تكون قادر على استحمل التنسائل فورس لو ما كانش قد البوست تبقى الى حد ما قريبة في احتمالها للتنسائل فورس من احتمال البوست ده للتنسائل فورس هنتكلم عن الموضوع ده باستفادة طيب بالنسبة للفرق ما بين الريجد بوست والنون ريجد بوست اولا لما احنا نجي نقول ريجد بوست فاحنا قصدنا على الميتال بوست والسيراميك بوست او الزركونيا بوست تحديد طيب بالنسبة للنون ريجد بوست فاحنا بنتكلم عن الفايبر بوست زي الكوارتس فايبر بوست او الكاربون فايبر بوست او الجلاس فايبر بوست جميل طبعا الكوارتس فايبر بوست هو اقوى واكتر واحد ما بين الثلاثة انواع من الفايبر بوست طبعا احنا نتكلم عن حاجة زي ليه عشان معروف ان الفايبر بوست بيعاني من تندنسي اكتر انه يتكسر مقارنة بالريجد بوست بوست جميل طيب امتى نحن نستخدم حاجة زي الفايبر بوست او المان ريجد بوست وامتى نستخدم حاجة زي ريجد بوست في البداية المان ريجد بوست من ضمن المزايا اللي هي بتقدمها ان هي بتاعها قريبة شوية من الدنتين بمعناه ان هي مش هتبقى عاملة كأنك استخدمت مادة هارد امبدد في مادة صوفت انت كده مستخدم مادتين تقريبا انهم الاستيك موديلس قريب من بعض فغالبا لما بيحصل مع الفايبر بوست بيكون ان الفايبر بوست نفسه هو اللي يتكسر مش يسبب لكن مع الريجد بوست العكس بيحصل ان البوست نفسه بيفضل عادي مستمر ما يحصلهش اي مشكلة لكن بيكسر الروت ودي حاجة احنا نحنش عايزين لكن على رغم كده احنا انطر ان احنا نستخدم الريجد بوست في بعض الحالات يعني باختصار لما يكون عندنا فرل اتنين ميلي او اكتر ممكن نحن نستخدم الريجد بوست عادي خالص ليه ان الريجد بوست كونه مور فليكسبل فهو بينقل جزء من الاسترس على الروت وجزء تاني من الاسترس بينقله على السيرفايكل بارتوزيتوس فلازم لو كان في اي استرس هيتناقل على السيرفايكل بارتوزيتوس يكون في اساسا توستركشر موجودة في الماضي منطقة دي في المنطقة السيرفايكل تستحمل اي استرس هيوصل عليها لكن لو ما كانش موجود عندنا في المنطقة السيرفايكل ما كانش موجود عندنا اي توستركشر في المنطقة السيرفايكل ما نقطرش ان احنا نستخدم فيبار بوست احنا عايزين بوست يكون ريجد بحيس ان هو ياخد كل الاسترس اللي نازل على الكراون يودي او ينقله بالكامل للروت ما ينقش اي استرس على السيرفايكل بارتوزيتوس فرل اكتر من اتنين ميلي نقدر نستعمل لها براحتنا يا اما نون ريجد بوست يا اما ريجد بوست يفضل طبعا ان احنا نستخدم النون ريجد بوست والحالات اللي ما يكونش موجود فيها فرل نستخدم فيها ريجد بوست طيب هل ده معناه ان احنا في الحالات الانتريور اللي هي الاستيديك زون اللي مش موجود فيها فرل ده معناه ان احنا ممكن نستخدم حاجة اون استيديك زي الميتال بوست هو فيه هنا حلين للمشكلة ده الحل الاولا ان احنا نستخدم حاجة غالية زي السراميك بوست ده يعتبر حل اكسبنسف زي ما احنا قلناه الحل التاني وده لحسب كتاب باسوي بيقول ان الليتراتشر بتبالغ شوية في وصف الاستيديك ابيرونس بتاع الميتال بوست في الانتريور تيس يعني معناه اخر الميتال بوست ما بتسببش ادي كده ديس فيجرمنت ولا باد ابيرانس في الانتريور تيس زي ما احنا فكريه الحقيقة ان مجرد ممكن نعمل موسكينج للابيرانس بتاع موظم الميتال بوست في الانتريور تيس فاحنا ما نعتمدش على الاسلس كأنه برامتر يقرر لنا نختار انهي نوع من انواع البوستات دي ليه احنا معتاجين في الحالات اللي هنسابن فيها فايبر بوست الموضوع مرتبط بالدستريبيوشن او استرس اولا لما تنزل على الكراون تتنال من الكراون للكور ومنه تتنال للبوست كون ان البوست فليكسبل ده معناه ان هو يحصله بندنج او يعني سلايد بندنج لما يتعرض للفورس دي البندنج ده يخلي البوست يمتص جزء من الاسترس ده في الستركشور بتاعه جزء تاني من الاسترس هيتوزع على السيرفايكال بارتوف زيتوس لان الكور ماتيريال والكراون لما البوست مقدرش يمتص كل الفورس اللي جاي منهم فهم هيبدأوا يريحوا على السيرفايكال بارتوف زيتوس حاجة زي دي هتسبب ان الاسترس يتركز على المنطقة السيرفايكال بتاع السنة الجزء الثالث من الاسترس هيوصل عن طريق البوست للروت كنال وبكده يكون الاسترس توزع لثلاثة اجزاء جزء واحد بس منهم هو اللي وصل للكنال دي هي الميزة ان الفورس اللي وصل للكنال هتبقى اقل فاحتمال ان يحصل حاجة زي هتقل لكن في نفس الوقت لازم يكون عندنا عشان تقدر تستحمل السيرفايكال سترس لكن في حالة ان احنا ما عندناش فرل في التوس وكررنا ان احنا نستخدم حاجة زي الفلكسابل بوست لما يحصل concentration of stress في المنطقة السيرفايكال مش هيكون فيه سيرفايكال توز تركشور عشان تستحمل السيرس ده فالسترس هيتوزع على البوند ما بين الكور والتوس تركشور وعلى السمنت اللي موجود ما بين الكراون والكور طبعا السمنت والبوند دهم مش قويين بما فيك كفاية ابدا ان هما يستحملوا فورس زي دي واللي هيحصل انه يحصل جاب وميكرو ليكيج وكمان ممكن يحصل فراكشور عند البوست نفسه طيب يبقى الحل في حالة زي دي ان احنا نستخدم حاجة زي الريجد بوست حتى لو كانت سنة انترير الريجد بوست لما الفورس تتنقل عليه مش هيتنع مش هيكون فيه اي تندنسي انه يحصل ابزوربشن للفورسز دي الفورسز هتتنقل بالكامل من البوست للكنال وجزء صغير جدا منها هو اللي ممكن يتنقل للصيرفايكا الارية وبكده نكون احنا حمينا السمنت سيل اللي موجود في الصيرفايكا الارية بس على حساب اللي احنا ننقل الاسترس بالكامل للروت طبعا لازم ان احنا ناخد شوية بريكوشنز في الحالة زي دي عشان نقل الكمية الاسترس اللي هتتوزع على بريكوشنز زي اننا مثلا نزود اللينس بتاع البوست قدر الامكان نستخدم سررية البوست نستخدم مونو بلوك سيستم ونحاول ان احنا منشلش دنتين من الكانال قدر الامكان اسناء البوست سبيس بربريشنز هنقف عندي كده بالنسبة للفيديو ده عشان ما يدقاش طويل مواظم المعرمات اللي احنا كلمنا عنها في الفيديو ده بالفعل كانت الى حد منها نظرية بس كل ده يعطب له تمهيد بالنسبة لل التكنيكس اللي احنا نتكلم عنها في الفيديو اللي جاي في الفيديو اللي جاي احنا نتكلم عن تمام اه المصادر بتاع الفيديو ده كلها موجودة في كذلك اللينك الخاص بتحميل الباوربوينت ده احنا عملناه وان شاء الله هيكون مرفوع على سلايد شير ياريت تدعمونا بلايك سبسكرايب شير للفيديو لو عندكم اي اراء مثلا عن الفيديوهات جاية او اي اراء حول الموضوع اللي احنا نقشناه في الفيديو ده ياريت تكتبه لناه في كم أنت